بتفتكر يعني ازاي البني ادم ممكن يختار المكان المناسب لشخصيته ان هو يتبسط فيه يعني انا النهاردة ممكن اكون بحب السفر جدا بس انا كمان ليه شخصية ممكن احب اروح مكان اتبسط فيه ممكن اروح مكان تاني الناس غيري تتبسط فيه بس انا ازهق فيه جدا والعكس صحيح ممكن اروح مكان حد ما يتبسطش فيه بس انا الاقي نفسي فيه جدا ازاي اختار المكان المناسب لشخصيتي أكون عارفة أن أنا أتبسط فيه ده حلو جداً أنت لازم تبقى عارف نفسك لأن أنت لو مش عارف نفسك أو أنت عارف أنت عايز إيه أنت مش هتعرف تختار صح يعني أنت ما تكونش عايز مثلاً بلد فيها تاريخ وأنت بتحب سياحة المتاحف والاستكشاف في المتحفي وأنك تبقى ماشي وسط أثار وتروح بلد كلها طبيعة ما فيش فيها النوع ده أو بلد حديثة ما فيش فيها برضو أي تاريخ أو عمق أو جزور ثقافية ما تكونش أنت بقى العكس محب للطبيعة وتروح بلد كلها متاحة في وقتها أنت مش هتتبسط فلازم تبقى أنت عارف أنت محدد إيه أنت عايز إيه بالظبط إزاي البني آدم ممكن يختار المكان المناسب ليه على حسب ميزانيته ويحدد ده مظبوط ده بيحتاج لأكتر من عنصر يعني خلينا تفعل أول أن الصفر مش للأغنية فقط الصفر ينفع لأي حد هيخطط أنه يسافر أي حد عنده شغف الصفر أو حابب الشكرة هيسافر المدخنين لو امتنعوا عن التدخين من سنة لسنة ونص هيعرفوا اللي يدفعوه في السجاير يسافروا يعني الموضوع مش مرتبط بثقافة الأغنية خالص لا هو حاجة ينفع الناس اللي في الطبقة الوسطى تعملها وأنا أصلا بنتمي للطبقة دي فالموضوع سهل وبسيط بس كون محدد يعني قدر الصح حدد اختيارتك صح وأهم حاجة استغل الفرص يعني على سبيل المثال في أكتوبر 2022 وده يعتبر من قريب مش من بعيد لقيت تذكرة سفر للإمارات بألف وخمسين جنيه بس رايح جاي ده سعر ممتاز جدا ده سعر زهيد جدا انت هتسافر بلد بر مصر في قارة تانية دولة تانية بسعر البسيط قوي ده ما تفكرش مرتين بتعرف منين الفرص دي وزي اللي عايز يعرف الفرص دي وصلىها ويعرفها بتعرفها منين بنبقى المهتمين بالسفر والرحلة تحديدا بيتابعوا طول الوقت عروض شركات الطيران بالذات الطيران احنا بتبتدي عشان تقدر تسافر سفرية مناسبة لميزانيتك مضبوط اولا تتابع الفرص اللي بتقدمها شركات الطيران تمام اوكي تاني حاجة تاني حاجة مش لازم تبقى انت حاطت في دماغك انك لازم تنزل في قتال فخم او في فندق فخم لأ ممكن تبسط الموضوع عن كده بطريقتين الطريقة الاولانية انك تنزل في هاستل او بيت شباب وده الاقامة فيها تبقى ممتعة وتجربة فريدة من نوعها انت تعطيش مع ناس جديد جديدة من ثقافات جديدة واجواء مختلفة تماما تمام او انك تروح لفكرة اكثر صعوبة شوية لها الكاوت سيرفينج ان انت هتنزل ضيف عند اسرة من البلد اللي انت رايحة في موقع شهير بالموضوع ده انت بتقدم طلب استضافة يعني بتقول ان انت جايل في بلد الفلانية من الوقت الفلاني للوقت الفلاني وبتشوف في اسر هتقبل تصديفك ولا لأ وبتختار والموضوع آمن جدا يعني فيه ريفيوهات عنك وعن القصة يعني بتقول ان انت مسافر جيد وانهما مضيفين جيدين والامور هتبقى تمام مفيش فيها قلق يعني حلو حلو